رد التيار الصدري الذي يتزعمه مقتدى الصدر على مطالبة البرلمان الإيراني زعيم التيار بالاعتذار بعد تغريدته بشأن مفردة الخليج العربي وقال القيادي في التيار عصام حسين لوكالة شفاق نيوز إن مطالبة البرلمان الإيراني من الصدر الاعتذار هو بسبب انزعاج إيران من تقارب العراق نحو المخيط العربي من خلال بطولة الخليج لأنها تخشى على نفوذها في العراق سياسيا وتجاريا اشتركوا في القناة